سامع بيها بالابدن الشوم انتم قالوا لكم بالشام انا سامع بيها بالشام انا متأكدين بس هسا راح يجي الستاذ واني اسهل راهية بس اذا طلعت صحيحة بعد لا تناقشوني ابد يجي الستاذ يجي الستاذ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شلونكم زينين لو مزينين زينين اذا صدق زينين صلوا على محمد وآلي محمد الله صدق على محمد وآلي محمد استاذ نعم اتفضل استاذ وين صارت حادثة الغدير خلق سؤال من صديقكم سأل عن مكان حادثة الغدير راح اصول فلكم عن قصة الغدير وين صارت بالضبط بس شارت معكم تركزونه اياه لانه راح اسألكم ضمن هاي القصة وراح تعرفون مكانها وين صار في سنة عشرة للهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر ان يذهب الى الحج حتى يحج بيت الله الحرام وصادف ان هاي الحجة هي اخر حجة حجها النبي في حياته سموها حجة الوداع خلصوا الحج والمسلمين خلصوا الحج رجع لوين يريد يرجع الى المدينة المنورة لان هو ساكن بالمدينة المنورة في طريق الرجوع الوحي الملك جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآية هاي الآية شو تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يعني شنو الظاهر أكو نازل أمر عظيم على النبي الأكرم ولازم يبلغ المن إلى الناس زين شو يبلغ الناس والناس مخلصين الحج وكل من راجع إلى بيته أبو العراق رايح على طريق العراق وأبو اليمن رايح بالراحلة بالرحلة ويمن إلى اليمن وأبو الشام كذلك فسوى النبي أخوه ما تنعجهم تليفونات يضلي خبرون دز مراسيل المراسيل شي سوون ذوله يصعد أسرع وسيلة نقل موجودة فدز النبي المراسيل كلهم ركبوا الحصان وعا السريع الحجاج بلغوهم أكو أمر كلش مهم لازم ترجعون النبي يريد يحكي وياكم دز للعراق دز إلى طريق بلاد الشام إلى طريق اليمن إلى كل الطرق بلغوا منه الحجاج الحجاج قالوا يشيروا شكوا قالوا لهم ما ندري تعالوا واسمعوا الكلام مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحجي وين صار بيا منطقة حتى أجاوبك على سؤالك بمنطقة اسمها غدير وخم وهاي منطقة بين مكة والمدينة منطقة بيها أشجار بيها عين ماء الحجاج بطريقهم ينتظرون هناك يشربون ماء يرتاحون ويكملون مسيرهم الحجاج إجوا بدوا يتجمعون بيا منطقة قلنا غدير خم شي سمها غدير خم عافية عليكم مركزين اجتمعوا في هذا المكان رجالا ونساء اجتمعوا في هذا المكان زين عددهم كان كل شهواية من يقدر يقدر كم عددهم فضل ألف ألف لا أكثر من الألف وهوية حجاج بعد من يقدرنا أي نعم خمسة خمسة آلاف بعد أكثر بعد نعم عشرة آلاف عشرة آلاف لا هم قليل أكثر هوية حجاج إجوا بيش السنة بحجة الوداع وسمعوا كلام النبي نعم مئة ألف مئة ألف أحسنت كثيرا هذا أقل عدد بعضهم قال سبعين ألف بعضهم قال مئة ألف بعضهم وصلهم إلى مئة وعشرين ألف حاج وحاجة اجتمعوا في منطقة غدير خم يردون يسمعون النبي شيرد من عدهم قاموا يسولفون ببيناتهم يا ترى شنو هذا الأمر اللي نزل على النبي حتى يبلغ نبيه طالوا منتظرين إجا النبي صار وقت الأذان أذان الظهر صاحب قالوا يا بل يوم صلاة جماعة راح يصل بين النبي صلاة جماعة وصلوا صلاة الظهر خلصوا النبي راد يحتشوا إياهم سين مئة ألف شخص إذا جبناهم بهذا المكان ما يكفيهم فاشلون يشوفون النبي بهذا الازدحام سوّوا منبر جمعوا أكتاب الإبل خلوا واحد فوق الثاني فصار شون التلة العالية صعد النبي عليها وبدأ يخاطب المسلمين بصوت عالي سيقول لهم أيها الناس أوشك أن أدعى فأجيب إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي يعني أنا أحسن وأشعر أنه آخر أيام حياتي بس أنا إذا الله توفاني خلوا ما راح عوفكم وحدكم لا تارك بيكم شيئين كتاب الله القرآن ومخليلكم بي الله تعالى معجزة من السماء كل شيء مخلي بيه وبعد اعترتي أحل بيتي اللي هم منه من السيدة فاطمة الزهراء والإمام علي إلى آخر إمام للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ما أنتمسكتم بهما إذا تبقون تأخذون بكلامهم لن تظلوا بعدي أبدا بعد ما خاف عليكم لا تظلون ولا تدخلون نار جهنم ولا تتبعون إبليس الدورة قال لهم بعديين صاح على الإمام علي قال يا أبا الحسد صعد وين صعد يمل النبي الأكرم رفع يده يجل 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 رفعها بحيث ذول المئة ألف القاعدين كلهم شافوا قالوا ليش النبي يجل ليش صعد بس الإمام علي ما صعد غيره كلنا واقفين فقال النبي لهم أيها الناس من أولى بالناس من أنفسهم يشأل المسلمين قالوا الله ورسوله أعلم فقال الله ولي وَأَنَا وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ كُنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيُّ مَوْلَاهُ 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 وَأَنْصُرُ وَأَنْصُرُ الخليفة بَأَنْصُحُونَ بَأَخِنْ بَأَخِنْ لَكَ يَا عَلِيُ جابوا جابوا طشت خلوا بماء وخلوا حاجز الإمام علي خلي إيده بالطشت تجي المرأة تخلي إيدها على الماء وتبايع الإمام بالولاية من بعد النبي يتبعوه من بعد النبي خلصت هذا المبايع خلصت من بعد ذلك الحجيج رجع وكل واحد رجع له وين إلى بلده وهو يسالف أنا رحت هناك وشفت النبي ووصانا وقال من بعد يصير الإمام علي عليه السلام هو الولي الشيعة محبي الإمام علي المسلمين في كل مكان يحتفلون في مثل هذا اليوم يوم 18 ذي الحجة بعيد الغدير وهنا في هذا المكان يصير احتفال الناس تجي لزيارة الإمام علي وتجدد البيع للإمام علي عليه السلام هسا أريدكم تجاوبون أنتو هذا السؤال اللي سألتو حادثة الغدير وين صارت؟ في غدير خم بعد مرة ثانية في غدير خم لا صوت واحد في غدير خم في غدير خم بعد واحدة مرتبة في غدير خم عافية عليكم وعاشا تجيكم يا أبدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة